ايران تعتبر ملف الطاقة في العراق جزءا من امنها القومي والحرس التوري هو من يتولى الاشراف على ملف حقول النفط والغاز في العراق ولهذا وبحسب تقرير للمركز العالمي للدراسات التنموية نشرته صحيفة اندبندنت البريطانية تمارس ايران ضغوطا كبيرة على العراق لمنعه من تصدير الغاز الى الاسواق الاوروبية وبينما تمتلك طهران نفوذا سياسيا واقتصاديا وعسكريا واسعا في العراق فان ملف الطاقة كان على رأس الاهداف لاستغلاله كوراقة للضغط على الولايات المتحدة ودول الاتحاد العربي للتعجيل في المفاوضات ورفع العقوبات صحيفة اندبندنت اوضحت ان ايران عززت نفوذها في هذا المجال منذ الاسابيع الاولى لحكومة محمد السوداني اذ ابرمت وزارة النفط الايرانية مع العراق عقدا للخدمات الفنية والهندسية بقيمة اربعة مليارات دولار كما افتتحت لها مكتبا في بغداد تمهيدا لدخول عدد اكبر من شركات الطاقة الايرانية الى السوق العراقية ويلفت التقرير الى ان حكومة السوداني انصاعت لاطراف في العراق موالية لطهران سهلت استخدام ملف الموازنة لنسف الاتفاق السياسي مع الاحزاب الحاكمة في كردستان العراق ما سبب عرقلة انهاء ملف النفط بين بغداد واربي كذلك يصلت التقرير الضوء على اهمية محافظة التأميم بالنسبة لايران التي تطمح لتصدير الغاز من حقولها الجنوبية اذ تشكل كاركوك نقطة التقاء بين انبوب الغاز الذي تعتزم مده الى سوريا وانبوب الغاز الاخر الواصل بين حقل بارس الجنوبي وتركيا اضافة الى رغبتها بتصدير نفطها عبر كاركوك ومنها الى البحر المتوسط من خلال اعادة العمل بانبوب كاركوك بانياس على الساحل السوري